تكلمنا مع حضراتكم على فعاليات أول يوم في هذه الطقوس المقدسة تقديس زيت الميرون المقدس ويمكن احنا أكدنا أن هذا الطقس بيتم في دير الأنبى بشوي طبعا بحضور قداسة البابا تودرس الثاني وعدد كبير من الأباء المطرنة والأساقفة وطبعا أيضا هذا العام الفعاليات أو الطقس مختلف لأن فيه مشاركة أوسع ويمكن كنا تعرفنا كمان من أود سابونة موسى أبراهيم المتحدث باسم الكنيسة بأن تم تقسيم الإبارشيات اللي هتحضر هذا الطقس على اليومين بحيث أن أكبر عدد يقدر يشارك في هذا الطقس المقدس يمكن النهاردة من أبرز الفعاليات اللي بتحصل في الأوداس الخاص بتقديس الميرون أو الغليلون بيتم وضع الأنية اللي فيها زيت الميرون داخل الهيكل قبل الصلوات والتقديس عشان بعد كده يحصل تقديس هذا الزيت احنا شايفين مع حضراتكم طبعا بعض من اللقطات الخاصة بالأواني اللي بتحمل زيت الميرون هما الحقيقة عددهم حوالي 8 أواني كبار طبعا لأن فيهم كمية كبيرة جدا قداسة البابا تواجرس طبعا كان بيشرح على مداري اليومين اللي بيحصل في التقسد انبارح شرح إيه اللي حصل والنهاردة بيتم استكمال باقي ما يحدث في اليوم التاني من أبرز الأمور اللي بتحصل في اليوم التاني هو كراءة سفر نشيد الأنشاد وهو سفر الحقيقة له طابع خاص ويمكن أكتر ما يميزه ان هو عدد الإصحات الخاصة به هو رقم 8 ووضح قداسة البابا أن رقم 8 هو بيرمز للأبدية وكمان بنقرأ هذا السفر علشان بتذكر فيه معظم مكونات زيت الميرون فبالتالي الكنيسة متمسكة بقراءة هذا السفر طبعا ده طقس احنا مستلمينه وتاني بنأكد وبنفكر أن من الأمور الأساسية هو كراءة سفر نشيد الأنشاد قداسة البابا كمان أكد في كلمته النهاردة بأن الميرون بحسب تاريخ الكنيسة يمكن عمله في أي وقت وفي أي مكان يمكن هذه الجملة أو هذا التصريح من قداسة البابا بيرد على أقاويل كتيرة جدا بتسأله وإحنا ليه ممكن نعمل زيت الميرون كل ثلاث سنوات أو ليه ممكن بنعمله كل مدة أكبر أو أقل البابا وضح أنه ممكن يتعمل في أي وقت وفي أي مكان لكن فيه شرط أساسي أنه لازم هذا التقسي يتم في حضور الباتريارك يعني ما ينفعش أبدا أنه نعمل تقسي زيت الميرون وما يكونش فيه بابا بيجلس على كرسي القديس ماري ماركوس الرسول لأن البابا توادرس أكد أنه عمله مرتبط بوجود الأب الباتريارك كمان البابا وضح أنه نضع بقى خميرة الميرون المقدس يوم شم النسيم دي المرحلة المتبقية تكون في يوم شم النسيم والخميرة دي احنا الحقيقة بنتنقلها برضو عبر الأجيال وجزء أساسي بقى في الخميرة دي هو حنوط مقدس كان موجود في الحنوط اللي تم تكفين بجسد السيد المسيح فعشان كده البابا قال أنه حتى بنقول أنه نحن بنتلامس مع هذا الحنوط اللي لامس جسد السيد المسيح فبالتالي بنقول على أي شخص بيتمسح بالميرون أنه هو شخص ممسوح لأنه هو ترشم بزيت في حنوط جسد السيد المسيح حبيت أستوضح مع حضراتكم يمكن أغلب التفاصيل اللي حاصلت على مدار اليوم النهاردة عشان تاني بنأكد تقصنا جميلة تقصنا لازم نعرفها كويس جدا نفهمها نسلمها لأبنائنا ونعلمهم كل حاجة بتحصل في كنستنا القبطية